موسيقى ويدخلوا بخصوصيتنا ويتعرضون بالأسلية راح يكون تقريرنا المعلومات عن هذا الموضوع تحديدا مع زميلتنا خديجة شاكر حالتلع نشوف التقرير شو مخبّى بجعبته موسيقى 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 أصدقائي بلغني أن هناك شخص ما يستخدم اسمي وصورتي في منشورات غير لائقة وأنا أعلن براءتي منها لا علاقة لي بما ينشر من تغريدات على حسابي تم تداول الجمل السابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد التزايد الملحوظ لعمليات الاختراق الإلكتروني والتي غالبا ما تستهدف الوصول إلى شبكات الأجهزة عبر ثغرات محددة بدءا من حسابات الجهات الرسمية ووصولا إلى حسابات المشاهير وحتى العامة أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أو العالم الافتراضي كما يحلو للبعض تسميتها بيئة خصبة لجمع وتناقل المعلومات وإرسال وتبادل الصور ومشاركة الأحداث الشخصية والتي ينشرها مرتادية عن أنفسهم وخاصة بين السيدات لما سهل المهمة على القراصنة أو ضعاف النفوس في الحصول عليها حيث يعتقد الكثيرون أنها بيئة آمنة لنشر محتوياتهم الشخصية في جهل كبير لكيفية تحقيق الأمن المعلوماتي وبالرغم من الخيارات المتعددة لإعدادات الأمان والتحديثات المتسارعة لوسائل التواصل الاجتماعي هل بإمكاننا اعتبار برامج الحماية كافية لحماية المستخدم في ظل المواكبة المتحدية للمخترق؟ أم قد يكون تعلم أساسيات وأساليب القرصنة الأخلاقية قوة نواجه بها العالم والإفتراض بتتخوف الكثير من الفتيات من أن يكون معلوماتهم أو صورهم متاحة لضعاف النفوس بالإضافة لأنه ممكن يكون هناك الكثير من التعليمات الأمنية اللي يجب اتبعها تفاصيل كثير هنتعمق فيها مع الأستاذة رشا أبو السعود المتخصصة في أمن المعلومات أهلا وسهلا بيك أستاذة رشا أهلا بيك الحقيقة بداية كنت عايزة أبدأ معاك بأنه إزاي الفتيات يقدروا أنهم يحموا نفسهم ومعلوماتهم إلكترونيا طيب مهم جدا قبل ما نتعمق في الإرشادات اللي لازم اتباعها من الفتيات أو أي فرد موجود في الأسرة بيستخدم قنوات التواصل الاجتماعي في الفضاء الإلكتروني من المهم جدا يعرفوا أن المخترقين باختلاف أنواعهم أول حاجة بالهم طويل فبالتالي هؤلاء المخترقين ممكن ينتظروا لمدة أسابيع أو ينتظروا لمدة شهور البحث عن المعلومات الخاصة بالأفراد مؤسسات أو الشركات لحد ما يقدروا يدخلوا أو يخترقوا الحساب أو الموقع اللي هم حابين يخترقوا فهذا يعطينا مؤشر أن هؤلاء الأشخاص قادرين أن هما يتنقلوا من موقع لآخر حيحاولوا يدرسوا طريقتنا إحنا في استخدام هذا النوع من المواقع أو قنوات التواصل الاجتماعي سواء من الأجهزة الخاصة فينا هل بنستخدمها لما بنسافر هل بنستخدمها خلال أعمالنا هذه كلها عبارة عن معلومات بتساعدهم أنهم يحددوا يبنوا الخطط علشان يقتحموا خصوصية الأسرة وخصوصية الفرد ويخترقوا المواقع اللي تستخدم أو يخترقوا البريد الإلكتروني أو يخترقوا الحساب الشخصي على مواقع التواصل الإلكتروني المختلفة هل وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة اللي زي إنستجرام، سنابشات طبعاً الكل اللي عنده ويتبادلوا فيه خصوصياتهم وكل شيء تقريباً هل هي تعتبر آمنة؟ هل لو استخدمنا مثلاً باسورد مكون من 28 رقم خبير أمني بيقول هذا الكلام هل ممكن نحمي أو نحافظ على وسائل التواصل الاجتماعي من الأفتراق؟ أعتقد السيدة منال، سؤالك له شقة الشقة الأول له علاقة بهل استخدام برامج التواصل الاجتماعي الإلكترونية تعتبر آمنة الإجابة على هذا السؤال مهم نعرف أنه الخوادم أو ما يطلق عليه السيرفرات اللي بتحفظ عليه هذا النوع من البيانات هي موجودة في أماكن إحنا ما نعرف عنها هي موجودة خارج الدولة شركات هي اللي بتتحكم فيها فبالتالي مستوى الأمني لحماية هذا النوع من المعلومات معتمد في الأساس على قدرة تلك الشركات في حماية المعلومات الموجودة على هذه الخوادم يعني نحن الصور مش موجودة على موبايلنا بس أو على اللاب بس لا، دي موجودة خارج الدولة لنفرض مثلا مش قيدينة لا طبعا اللي حضرتك تقدر تتحكم فيه إذا كانت الصور هذه مطبوعة وموجودة في ألبومات في البيت ولكن غير كده أول ما تخرج من المحيط اللي بتقدر تتحكم فيه هي بتكون تحت تحكم أشخاص آخرين وشركات أخرى طبعا جميع الشركات العالمية زي شركة سناب شات أو شركة انستجرام مهم جدا تحافظ على سمعتها في حماية هذا النوع من البيانات صحيح علشان تضمن استمرارية وجود مستخدمين بشكل دائم ولكن هذا ما يمنع تعرض هذه المواقع وهذه الخدمات إلى الاختراق صحيح والجميع يعرف أو سمع أنه خلال الفترات السابقة شركة كبيرة مثل ياهو تعرضت لاختراق وهذا النوع من الاختراق أثر على ملايين للعملاء الخاصين بياهو فهذا بالنسبة للشركة أقبل فهذا بالنسبة للجزء الصحيح فيه تهديد بالنسبة للشركة أقبل فهذا بالنسبة للشق الأول هل المعلومات محمية لأحد القاعدات الموجودة في مجال أمن المعلومات أنه ما في شيء محمي لكن اللي بنحاول نسوي عن طريق اتباع بعض الإرشادات أنه إحنا نقدر قدر المستطاع نصعب عملية تسرب المعلومات أو نحاول قدر المستطاع نقوّل معايير الموجودة سواء خلال استخدام لمواقع التواصل الاجتماعي أو خلال استخدام الخدمات الإلكترونية الموجودة في الفضاء الإلكتروني فردا على الشقة الثانية من السؤال هل استخدام كلمة مرور من 28 حرف يساعد؟ كافية هي عدة محاور ما هي فقط كلمة المرور تكون 28 حرف بالضبط لأنه أنا ممكن أستخدم كلمة مرور طويلة جدا 28 حرف ولكن كلمة المرور أكتبها في الجوان أو كلمة المرور وتحفظها على ملف موجود على جهاز الكمبيوتر اللي أنا بستخدمه بشكل دائم فبالتالي أي اختراق يحصل على جهازي إذا كانت كلمة المرور موجودة في ملف وأنا مسميته باسوورد أو مسمي الملف كلمة مرور يعني بقوله تفضل يعني تتالي زيك أنه زيك أني أنا حطيت حطيت الخزنة وجنبها المفتاح فاللي إحنا حابين نوصله من خلال الحقيقة الأنشطة أنا ملاحظة في الفترة السابقة في نشاط متزايد لرفع مستوى الوعي لدى المستخدمين في الوطن العربي بشكل كامل وهذا شيء جميل جدا وشيء مطلوب ليش؟ لأنه أصبح فيه تزايد لاستخدام قنوات التواصل الاجتماعي صحيح عميل لشركة ياهو وهوتميل انستجرام وسنابشات باستخدم نفس كلمة المرور الاختراق اللي حصل في ياهو هذا معناته أنه كلمة المرور اللي حصلوا عليها المخترقين يقدروا يوصلوا إلى المعلومات الخاصة فيه في جميع المواقع طب أستاذة رشا بحال أنا تعرضت لاختراق لحسابي ألجأ للهكر ولا في جهات ممكن أنه أنا ألجأ لها أفضل؟ طبعا التعامل مع الهكرس والمخترقين يحمل عدد من المخاطر أنه أنت بتتعاملي مع شخص ما أنت عارفه إيش هي نوايا صحيح وتوجد مقولات كثير في هذا المجال أنه ما في شيء في الحياة مجاني حتى إذا الشخص حاول أنه يقدم مساعدة دائما نفكر هل سيكون فيه مقابل أو هل هو سينتظر مقابل نتيجة الخدمة اللي قدم لنا هي فتوجد فئة من الهاكرس أو المخترقين اللي هم بيقدموا خدمات إنسانية لتحسين صورة المخترقين ولكن الأفضل واللي نحن دائما ننصح فيه أنه أي شخص يتعرض لأي عملية ابتزاز أو اختراق أو أي نوع من أنواع الجرائب الإلكترونية المتعارفة المتعارفة عليها الأفضل أنه يلجأ للجهات الرسمية وزي ما ذكرت بما أنه لاحظنا وجود تزايد في مستوى الوعي بالنسبة للمستخدمين وبالنسبة للأفراد في المجتمع في نفس الوقت وعلى نفس الدرجة بنلاحظ فيه اهتمام متزايد من الجهات المسؤولة في الدولة بحيث أنها توفر خدمات للمواطنين يقدروا عن طريقها يبلغوا في حال تعرضوها إلى ابتزاز إلكتروني أو إلى أي جريمة إلكترونية حابي سألت كيف أنا في أعرف أنه إيميلي تم اختراق وقالت بوصلني إيميليات من أسامة غريبة أو من مصادر مش معروفة ممكن تكون آمنة وممكن تكون مش آمنة كيف هي قدر ميز أي إيميلي بفتحه وأي إيميلي ما بقدر يفتحه ممتاز سؤال طبعا رائع لكن مهم في البداية نفرق أنه مش شرط علشان أنت بتوصلك إيميليات من أشخاص ما بتعرفيهم يكون إيميليك مخترق هذا ما له علاقة أبدا هذا نوع من أنواع محاولة الإختراق اسمه التصيد الإلكتروني أو الفيشينج أتاكس محاولات التصيد الإلكتروني هي نوع من أنواع زي ما تقول الأساليب اللي بيستخدمها المخترقين بالضبط المخترقين يرسلوا من خلالها رسائل بريد إلكتروني تبدو أنها هي جدا آمنة أو تكون يعني ما تثير أي نوع من أنواع الشكوك لدى المستخدم في بعض الأحيان قد توصلك هذا النوع من الرسائل بعنوانك كبريد إلكتروني طبعا فين المشكلة في التعامل مع هذا النوع من الرسائل الإلكترونية أول ما يبدأ الشخص في التجاوب معها يبدأوا يحاولوا يسحبوا معلومات عن طريق يرسلوا لك لينك أو رابط لما الشخص يضغط على الرابط تطلب منه معلومات إضافية وفي بعض الأحيان يتخفوا تحت محتوى أو شكل مشابه لأي خدمة أنت بتتعامل معها أو بتستخدميها على سبيل المثال ممكن يرسلوا لك إيميل يدعون هو من شركة الاتصالات التي بتتعامل معها أو حتى البنك يمكن ممكن أي مؤسسة بتتعامل معها صحيح فبالتالي عدم وجود الحس الأمنية وعدم وجود درجة الوعي الكافية لدى الأفراد فيخليهم يتجاوبي بشكل مباشر صحيح يمكن الغالب أستاذراش أنا بدي أحكي موضوع هون أنه أنا مرة إجاني إيميل بنرفيقتي صحيح يعني فتحت الإيميل وتبين بعدين داخل هالإيميل لينكات اللي عم تحكي عنهم بعدين زوجة يساعدني اللي نتبهي يعني ورجعت غيرت الأكاونت وغيرت الباسورد يعني بس حتى لما بيجيك بنرفيقتي بتكون كتير واسقة ومتمأنية وبتفتح الإيميل ممتاز في نقطة تانية الحقيقة أحب أتطلق ليها فكرة أنه لما نيجي نتصور الصور بالموبايل بتاعنا بلاحظ أن فيه فيديوهات الشركة نفسها المصدعة للموبايل بتعملها يعني مثلا أيا كانت الشركة بلاقي أنهم عاملين فيديو مجمع للصور ده بيقول فعلا أنه فيه حد هو متحكم في موبايلي لدرجة أنه هو بينطقي صور معينة وبيعمل بيها فيديو وبيقول لي والله أنت في شهر إبريل دي كانت اللحظات السعيدة اللي أنت عملتيها وفي شهر مش عارفة إيه دي كانت اللحظات السعيدة فأنا عايز أسأل حضرتك سؤال مهم بالنسبة للسيدات أو الفتيات اللي مفترضة أنها تقدر تاخد صور إيها صور خاصة أو صور بشعرها أو صور بدون لبس محتشم ومفترضة أن ده الموبايل الخاص بيها وأنها حتى بصوة قوية وأن الموبايل ما ينفعش رأي حضرتك في الموضوع إيه؟ نصحتك ليهم يعني نصيحتي فيهم أن هم لازم يكونوا على درجة كافية من الوعي ويبحثوا ويتأكدوا أن الأجهزة اللي بيستخدموها سواء كانت أجهزة الجوال أو أجهزة الكمبيوتر الشخصي اللابتوبس أو الدسكتوبس اللي بيستخدموها في البيت أو في أي مكان آخر مطبق عليها أنظمة الحماية والمعايير الأمنية المطلوبة الهدف من التوعية بمخاطر أمن المعلومات ما هو لمنع الأشخاص أو لتخويفهم أن هم يستخدموا قنوات التواصل الاجتماعي أو يستمتعوا بأخذ الصور الشخصية والخاصة فيهم لأنه يمكن إحنا ملاحظين أنه أصبح التصوير على سبيل المثال أحد معايير التسويق اللي بتستخدمها الأجهزة الحديثة يعني الشركات الآن بتستخدم قوة ودقة الكاميرات اللي موجودة كمجال للتسويق الأجهزة الجديدة فمهم جدا أنه ما نخوف الناس أنهم يستخدموها ولكن إذا فيه شخص هيستخدم جواله لأخذ الصور يتأكد أنه فيه كلمة مرور موجودة مفاعل خيارات الأمان اللي الأجهزة جاية فيها على سبيل المثال إذا إحنا بنتكلم على نوع جهاز آيفون موجود فيه معايير أمنية بحيث أنه إذا ضاع الجهاز لا قدر الله يقدر الشخص عن بعد أنه يوصل لجهازه ويتحكم فيه ويمسح البيانات اللي موجودة لكن للأسف إذا كان الجهاز موجود فيه صور وما إحنا مفاعلين خيارات الأمان وضاع الجهاز ضاعت الصور يعطيك ألف عافية أستاذ الرشا طبعا معلومات جدا جدا مفيدة ومنتازة ونتمنى يزيد وعينا أكثر ونتقف بهذا الجزء لأنه كده إحنا ممكن نحمي جزء كبير من حياتنا وأسرارنا الخاصة طبعا كانت معنا أستاذ رشا أبو السعود المختصة في أمن المعلومات رح نكمل جميع فقراتنا لكن بعد هذا الفاصل سموم الألعاب النارية على قوالب الحلوى بعد الفاصل